السعي الروسي لامتلاك صواريخ بمقدورها تدمير الأقمار الصناعية لم يعد خافياً فقد جربت موسكو في الساعات القليلة الماضية صاروخاً استهدف قمراً صناعياً خارجاً عن الخدمة ولئن كللت تجربة الروسية بالنجاح إلا أنها خلفت آلاف القطع من الحطام الفضائي وسيولاً من الإدانات والانتقادات في محطة الفضاء الدولية كان الرواد السبعة في قمة التوتر التحقوا بمركبات الإخلاء الموصولة بها تحسباً لارتطامها بالحطام الذي خلفته هذه التجربة الخارجية الأمريكية وفي ردها انتقدت سلوك موسكو فواشنطن ترى فيه عملاً متهوراً وصفة تغني موسكو برفضها عسكرة الفضاء بالنفاق دعية جميع الدول المهتمة بالفضاء إلى الامتناع عن أي تجارب تدميرية ممثلة مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستعمل مع حلفائها للرد على التجربة الروسية على خط وزارة الخارجية أدانت هيئات عديدة كوزارة الدفاع ووكلة الفضاء ناسا التجربة الروسية وصفة إياها بالعمل غير المسؤول الذي من شأنه تعريض حياة رواد محطة الفضاء الدولية للخطر فضلاً عن تهديد المعدات الفضائية والأقمار الصناعية الأخرى بينما وصفها حلفو ناتو بالعمل الطائش أما موسكو التي صرح وزير خارجيتها سيرجي لافروف في مناسبة سابقة أنه ليس هناك ما يثبت قيام بلاده بتجارب لتدمير الأقمار الصناعية فقد اكتفت هذه المرة ببيان مقتضب من وزارة الدفاع تقول فيه إن تجربة تدمير قمر صناعي كانت ناجحة وإنها لا تشكل أي تهديد لمحطة الفضاء الدولية ورغم الهدوء الروسي في الرد إلا أن التجربة تأتي في خضم احتدام الخلاف بين روسيا والغرب في قضايا عديدة أبرزها الصراع مع الحلف الأطلسي ترجمة نانسي قنقر